السلام عليكم يا أحلم تابعين بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليها أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تنسوش الدعم باللايك والشير للفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا أشعار بكل جديد بنعملوه نارضا معدنا مع سلسل جديد وهو لصوص الزمن بتبدأ الأحداث مع كيفين ولد صغير محووز بالمعرفة ومجبباتها القراءة في كتب التاريخ علشان يعرف عن الحضرات المختلفة والأثار الأسطورية اللي وجودها في حد ذاته لغز كبير قدت وكانت مليانة بالكتب والمجاسمات لأماكن تاريخية وحيوانات ما قبل التاريخ ما كانتش قوض الطفل عاري أبدا بيصحى الصبح في يوم متحمس جدا وقالما المنبه بيرين بيجري صحي مامته وبابا بيقوله من النهاردة عيد ميلاده بيهانه بيقوله له عيد ميلاد سعيد يا سيدي هتخلينا نروح أي مكان ممل السنة دي ساعتها كيفين بيقوله من عاوز يروح وود هينك فعلا بابا بيخضع على الموقع اللي قال عليه وكان كيفين متحمس جدا ومبسوط بشكل غير عادي بيحكي لهم عن وود هينج وانه موقع أسري يزبق ستون هينج بسنين كتيرة المكان كان عبارة مساحة من الأرض مليانة بالأعمدة وارتفاعها بيكون حوالي نص متر اخته بتتري عليه وبتقوله ايه اللي يجبه في الأماكن المملة دي حتى الأعمدة مش خشب أصلا ساعتها كيفين بيقولها ان دي أعمدة أسمنتية عملوها مكان الأعمدة الخشبية اللي كانت هنا علشان يحافظه على الموقع الأسري وتاريخه في عقول الناس كيفين لما بيلاقي عيلته وبيتريعه على الأماكن الأسرية اللي بيحب يروحها خصوصا وود هينج يرد تعليمه بيقوله من الأماكن دي وراها الغاز كتيرة يعني ليه بنت أصلا وكان ممكن تبقى معبد أو سوء أو أي حاجة تانية ساعتها بابا بيقاطع كلامه بيخمنه وكمان ان المكان ده ممكن كان بيتنفس به لأدمات على الأعمدة الخشبية الغريب ان كيفين مش بتأثر بصغرية أهله منه ولا بتخليه تراجع عن اهتماماته وكان شايف ان الأماكن الأسرية الغمضة دي كانت خرائط نجمية وليها علاقة بأسرار الكون بس للأسف ان محدش من أهلته كان مقتنع بكلامه وبيشجعه وكانوا شايفين ان كيفين ولد غريب يعني حتى عيد ميلاده مش بيطلب حفلة ميد ميلاد ويازم أصحابه والحوارات دي ده بيطلب حاجات غريبة جدا تاني يوم لما كيفين بيروح المدرسة كان المفروض ان ينضم لأصحابه في فريق كرة القدم بس بدل ما بيتفوا على طريقة اللعبة كيفين بيوقف شرح لهم أن أدم ملعب كرة القدم اتعمل في أمريكا كم ربعمائة سنة وانه في التاريخ بيقول البحثين ان حضارة المايا كانوا بيلعبوا كرة برؤوس أعداهم المقطوعة شاعة زماله بيدايوا منه بيسبوه بيمشي من غير ما ياخدوه في الفريق كيفين بيروح يعود لوحده ويقرى كتاب الشخصيات التاريخية ولما بيرجع البيب بيقض فقوده كالعادة بيرسمه بلاوى المجسمات للحيوانات التاريخية فجأة دولاب بتاعه بيهتز والباب زي ما يكون في حد بيحاول يفتحه بس بيسكت تاني وكيفين بيفتكر انه بتهياله بعدها بيروح يلعب لعبة السفن الحربية وبيتخيل ان في حرب من أسطول القرصنة شوية ويرجع يكمل تروين في المجسمات لما فجأة بيلاي الدولاب اتحرك من مكانه زي ما يكون حصل الزلزال وفجأة الباب بيتفتح شوية وبيوقع رملة منه على الأرض ساعتها كيفين بيقرب من الدولاب وبيفتحه مرة واحدة وهنا كانت الصدمة لما بيلايه ورا الباب عالم تاني وشاطئ كبير وقتا بيشوف محارب من الفايكينج بيهرب وبيطرده مجموعة من الجنود الغريب ان المحارب كان بيشاور لكيفين علشان يبعد ويستخبه بسرعة وكيفين ما كانش فهم إلا لما بيلايه الأسهم بتتري من ناحيته فبيجر بسرعة ولما بيستعب ان فيه خطر وبيحاول انه يوصل للباب بسرعة ساعتها المحارب بيجره وكمان مع كيفين وبيعدي ورا من الباب وبيفله بسرعة فجأة كيفين بيلايه نفسه في القوضة والمحارب معاه بييف الباب الدولاب كويس علشان الجنود ما يدخلوش منه كيفين بينزل بسرعة ينادي على أبوه وامه علشان يشوفوا الفايكينج اللي في قطو بس محدش منهم بيصدقوا وكانوا مقتنعين انه بيحلم لما كيفين بيرجع قطو تاني كان محبط بس بيحاول ان يتكلم مع الفايكينج ويعرف منه سبب ان الفايكينج تخلوا عن أساليبهم الحربية واتجهوا لإصلاح الزراعي طبعا الفايكينج ما كانش فاهم كلامه أصلا ومرة واحدة بقعد العالم التاني اللي كان في الدولاب اختفى فجأة بيظهر بقعد تاني في الناحية التانية من القوضة والحيطة بتختفي ساعة البايكينج بيسيب كيفين وبيمشي بيروح يركب المركب ساعة كيفين بيقرر ان يروح وراه بس بينادي على أهله وبيقولهم الأول وعلى ما بيرجع يعبر للبعد ده بيتفاجئ انه اختفى وبيتخبط في الحيطة وبيغم عليه تاني يوم بيفوق وأهله بيتكلموا معاه بيحاولوا يفهموا وليه متمسكوا انه يرى ويعرف الماضي مع ان الماضي انتهى وخلاصه معرفته بيه مش هتفيده في حاجة وان المفروض يركز في المستقبل ويكون مستعدله أحسن وعشان يقنوه وبيقولوله ان هم يشتريوا له تلفون جديد علشان يواكب التكنولوجيا الحديثة وكيفين بيقولهم تلفون ليه ومين اللي هكلموا أصلا ولما همه بتقوله ان هم هم اللي هكلموا وبيتري ويقول لها طب ما احنا بديتكلم مع بعضه وفي النهاية لهو بيعرف يقنوهم بوجهة نظره ولهو ما بيعرف يؤثروا عليه بعدها كان كيفين في قطه بالليل بيفكر ومستني ان الدولاب يتحول ويظهر البعد اللي كان ظهر قبل كده بس ما فيش حاجة بتحصل وساعتها بيقررين قام فجأة الدولاب بيهتز وبيخرج منه مجموعة من الناس وكيفين بيسمعهم هم داخلين قطه وكان خايف الاول وبيزبط مكانه ويسمعهم هم بيقولوا ايه كان بين عليهم ان هم بيهربوا من شخص بيطردهم وقول ما كيفين بيناور الكشف عليهم بيتربوا بيخافوا كلهم بيشاوروا على بيقول له بانها هي اللي سرقت الخريطة ساعتها كيفين لما بيليهم خايفين منه فاكرينه الشخص اللي بيطردهم بيناوروا النور وبيقول لهم انه مجرد طفل بيتطمنوا وبيقولولوا ان اللي بيطردهم بيتنكر في ايهاية وبيغير صوته على طول وبيتجي بيفتح الخريطة اللي معاه بيدور على النقطة اللي هتظهر فيها بوابة تانية عبروا منها لما كيفين بيسألهم عن اللي بيعملوه بيقول له بيقول له انه عايش في مخرج زمني وخطر عليه جدا انه يكون موجود هنا وانهم بيدور على طريقة يهربوا بيها من صاحب الخريطة اللي سرقوها منه علشان كده بيطردهم فجأة دلوة بيتفتح وبيظهر منه ضق سطع جدا وصوت مخيب بيقول لهم انه عارف كل حاجة وانهم مش عارفوا يهربوا منه ولازم يرجعوا الخريطة ساعتها كلهم بيحاولوا يستخبوا منه ويجي بيطلب منه بيتليج انه يدفع الحيطة لان الخريطة بتقول انه ده المخرج بتاعهم فعلا بيتليج بيدفع الحيطة وده لغاية ما بيوقعها فجأة بيلاقوا وراها بوابة زمنية وكلهم بينطوا فيها بنشوف الكائن الغريب اللي بيطردهم واللي كان عبارة عن رأس ضخمة ثلاث وشوش وصوته مخيف بيحاولوا ان يبض عليهم وياخدوا الخريطة بس بالحيش كان اللي بينطوا وراهم وفي سواني بيتفاجئ بالنوم على سفين القرصنة وسط البحر وهو اصلا ما كانش مستوعب اللي بيحصلوا فاكرين في حلم بيكتشف ان في زمن السيدة تشينج زعيمة القرصنة الصينيين في المعركة الاخيرة بين القرصنة الصينيين والبحرية البريطانية وتحديدا سنة 1810 ساعتها كان ويجي بيحاول يلاقي المكان اللي هم فيه على الخريطة علشان يوصل لنقطة اللي فيها المخرج الزمن الجديد وكيفين بيوفر عليه البحث فجأة بيتضرب عليهم سحام وقنابل وبيضطروا انهم بيستخبوا بسرعة بطن السفينة وبيستغلوا الفرصة انهم بيدوروا على اي حاجة يسرعوها لما كيفين بيلاقي وجه كل شوية بيدور في الخريطة بيسأل خريطة ايه اللي بيبين لهم المخرج من اي ورطة ساعتها بين الوبي بتقوله انها مخطط كوني في كل البوابات الزمنية المتدخلة بين الزمان والمكان وكل الابعاد الاربعة وانهم من خلالها يقدروا ينتقلوا لأي مكان واي زمن في الكون كله علشان بتحدد لهم اماكن المعابر الزمنية بس المنطقة الوحيدة اللي ما يعرفوش ينتقلوا ليها هي الافطرة في الخريطة علشان اتقطعت وهو ما بتكلموا بتدخل السيدة تشينج وكلهم كانوا خايفين منها ولما كيفين ما كانش فاهم هي بتقول ايه واحد منهم بيدلوا طاية الترجمة وهو ما كيفين بيلبسها بقى فاهم كل كلام تشينج زي ما تكون بتكلم بلغته كيفين لانه كان اعرف التاريخ وعارف تشينج وقصتها وازاي انتصرت على البريطانيين يقول لانها عليها انها تحول مصار الاسطول بتاع النهر كانتون علشان المياه ضحلة وهي بس اللي هتعرف تمشي فيها لما السفن البريطانية مش مجهزة ومش اعرف يطردوها ساعة تشينج بتنبير بكلامه بس كيفين بيقول لانه ما انفعش ياخد الفضل في اللي قاله لان في الاول والاخر هي كانت هتعمل كده وتكتب خلاص في التاريخ تشينج بتفتكر انه بيتنبأ بالمستعبل وكانت عاوزة تخليه مستشارها ويكمل معها ويحكوم العالم وسيطره على الصروات سوا بس في اللحظة دي بيينولوبي بتتدخل وبتشده علشان يمشي معهم بعدما كانت مش عاوزة يكون معهم اصلا المهم انه ويتجي بيحدد مكان نقطة البوابة الزمانية الجديدة اللي هتخليهم يرجاعوا عالفين سنة قبل الميلاد كانت عبارة عن دوامة في المية اول ما بينط فيها بينتقلوا للبر في الزمان ومكان تاني ساعتها بينولوبي بتطلب من كيفين انه يرى المستعبل ويدلهم على اماكن الكنوز بس هو بيقول لها انه بيورى الماضي وعارف عنه بس نعمل مش بيعتنبأ بالمستعبل بينولوبي بتتدايق وكانت عاوزة تخلص منه علشان مش هينفعهم بحاجة كيفين بيتفاجئ انهم في الموقع الاسهر ستون هونج في وقت بنائه ساعتها بتحمس جدا انه جات لفرصة ان يزور ستون هينج وكمان في وقت بنائها علشان يعرفوا له ظل حيار الناس كلها بيجري على العمال اللي كانوا بيبنوا لأحجار وبيسبتوها مكانها علشان يسألهم عن السر بس لما بيروح يتكلم مع واحد منهم بيكتشف انه مفيش سر ولا حاجة وانهم بيبنوا المكان ده علشان يكون مكان اللي احتفالتهم والناس تشتري هدايا ساعتها كيفين بيعرف ان ابو كان عنده حق لما قاله كده بليل كيفين بيعد يتكلم مع بينولوبي وبيعرف ان لو بيهربوا منهم بالزعيم بتاعهم علشان ما كانش بيقدرهم سرعوا منه الخريطة وهربوا ولما كيفين بيقول لها لما هو قوي او كده ليه مش بيعرف مكانهم وياخد منهم الخريطة ساعتها بينولوبي بتقوله ان الحكاية صعبة جدا من غير الخريطة اللي بتحدد اماكن البوابات الزمنية وبتوعدوا أنها ترجعوا بيته وبعده بينفزوا عملية السرعة اللي بيخططوا لها في الوقت اللي كان في عالم الظلمات الزعيم عرف أن الخريطة تسرقت وبيبعت في طلب فيانا الصيادة الصبح كيفين بيصحى وبينولوبي بتتكلم معاه مع وجد ويقول لها أن كيفين شخص مش عادي لأنه عمره مشاه في مكان مجتمع فيه عدد البوابات الزمانية اللي ظهرت عنده في قطه وده غير أنه قطه كان فيها حاجة مميزة وسحر المعرفة مسيطرة عليها بس بينولوبي بتعرضوا بتقولوا أنه مجرد طفل المهم من ساعتها بتظهر بوابة زمنية وبيعبروا منها للماضي قبل الميلاد بألفين سنة وده علشان يسرق الحصان اللي بيقولوا عليه وكيفين بيتفاجئ أنهم انتقلوا للطرواضة معنى كده أنهم ما يسرقوا حصان طرواضة أشهر حصان في التاريخ ساعتها بيقربوا من بوابة الطرواضة وبيشوف الحصان وبيكتشفوا أنه أكبر من أنهم يعرفوا يسرقوا ويسفروا بيه عبر الزمن وكيفين بيستغرب أنهم مخططين لسرق حاجة هم مش عارفينها أصلا قرر بأنه لبينها تلغي العملية ويعبره بوابة زمنية بس البوابة اللي هتظهر تاني جوى المدينة يعني لازم يدخلوا المدينة ما كانش فيه طريق يدخلوا بيها إلا أنهم يستخبوا في حصان طرواضة مع جنود سبارتا ويدخلوا المدينة في السر فعلا كيفين بيقنى واحد من الجنود اللي في الحصان أن يخليهم يستخبوا في الحصان بحجة أنهم يشوفوا مهارتهم وتقنهم في صنو الحصان بس في الوقت ده كان فيه اتنين من جنود طرواضة شافوا الحصان عند البوابة وما كانوش عارفين ايه أهميته بيولعوا فيه خوفة من أن يكون فخ بس بيجي قائد الحرس وبيزعقلهم وبيخليهم يطفوا النار ودخلوا الحصان المدينة علشان دهدية كبيرة وقتها بتظهر بنت على صور المدينة اسمها كاساندرا بتحذرهم وبتلهم أن الحصان ده يكون سبب سقوط المدينة بس محدش بيصدقه وبيدخله برضو بعدما الحصان بيدخل المدينة وفي الوقت المناسب بيدلوه بيوصابيتها من الوصوص الزمن بيخرجه وبيدوره على أي حاجة يسرقوها على ما تظهر بوابة الزمن أما كيفين بيستناهم ومش بيروح في أي مكان ساعتها بتقابله كاساندرا وتتكلم معاه وبيكتشف أنها اللي كانت في الأسطورة بتتنبأ بالمستقبل محدش كان بيصدقها وهي الوحيدة اللي كانت بتحذر تواضيين من أنهم يدخلوا الحصان والمهم كاساندرا بتتنبأ لكيفين بالله يحصله وبتشجعه لأنه مميز جدا ويحكي القصص لملوك وهينط من جرفة عالي ومش يحصله أي حاجة وهيشوف مدنة عظيمة من قبل ما تتشير وتبقى عظيمة أصلا وكيانات اختفت من قديم الأزل كاساندرا بتنصحه أن يستنى مع عصابة اللصوص لأنه معاهم هيقدر ينقذ الكون ساعتها بتلك بينادي على كيفين علشان البوابة ظهرت وعاوزين يرجعوا بيته في الوقت اللي كانت فييانا راحت للزعيم تشوفه عاوزيه وبأمورها تروح بيت كيفين وتستنى هناك لسنة 2024 علشان تسرق الخريطة من بين الوبي لما يرجعوا بيته زعيم الشيطين بيأمر فييانا أنها تعمل نفسها صخرة وتستنى اليوم اللي ألاها عليه وتنفس خطتها لصوص الزمن لما بيعبروا من البوابة ووصلوا مدينة بنجلي اللي فيها بيت كيفين كانوا في العاصر الجليدي لسه وكان عاوزين يسيبوا كيفين ويمشوا وهو بيحاول يقنعوا من الدامج بيته بس هما بيسيبوه بيمشوا بعد شوالة ما بيلواه يجمد ويموت بيرجعوا له تاني ياخدوه معاهم لأن ده فعلا ما كان بيته بس في زمن تاني ولسه في سنة خمسين ألف قبل الميلاد بعد ما بيمشوا بيشوف فيانا الصيادة وهي مستنية هناك كصخرة علشان في المستقبل تسرق الخريطة زي ما أمرها زعيم الزلام وجيب بيديلهم على بوابة زمنية تانية بينتقلوا منها ما كانوش عارفين هم فين ولا في أي زمن كيفين ما كانش بيبطل كلام من شدة حماسه بيقول له من صعب التحكم في خريطة للأبعد الأربع علشان كده مش بينتقلوا للزمن أو المكان اللي عايزينه بسهولة من أول مرة ساعة لما بيلايهم يدقين من كلامه الكتير بيسيبهم وبيروح استكشف المكان علشان يعرفهم ما فين وجيب بيقول لي بيينلوبي إن كيفين مش شخص عادي وإن عمر ما شاك مكان متجمع فيه أكتر من بوابة زمنية بالشكل ده يعني كل غرفته مليانة بالبوابات الزمنية وإن فيها طاقة مميزة من المعرفة بينلوبي ما كانتش عاوزة تصدق كده علشان ما تتعلقش بكيفين وتوافع لأنه يستنى معهم بس ساعة كيفين لما بيروح استكشف المكان بيتصدر لما بيلايه النوم في مدينة الماء الأسطورية وبيندى على لصوص الزمن بسرعة وتعول حاجة بتخطر في بالبينلوبي إيه اللي موجود هنا في الحضارة دي علشان يسرقوه وكيفين بيستغرب أنهم مش بيفكروا غير في السرعة يقول لها يعني مش كفاية أنهم يشوفوا الحضارات الأسطورية دي على الطبيعة ويعرفوا حال الألغاز التاريخية المعروفة فجابي له وعدك كبير من حراس الماء حواليهم وبيخدوهم على الأسر علشان الملكة تشوفهم وتعرفهم ممين ساعة كيفين بيحاول فهم بأن لوبين الماء مش شعب تضيعف أبدا وأنهم لما بيعملوا الغرباء كويس بيكون علشان يقدمهم تضحية ببشرية بس بإن لوبين مش بتسدها وبتمشي هي وأصحابها مع الحراس لما بيقبلوا الملكة بيتفاجئوا أن الملكة رحبت بيهم ومرتلهم بمعدوب الطعام كبيرة جدا بإن لوبين بتستغل الفرصة وبتروح تتكلم مع قائد الحرس عشان تعرف منه فين المكان اللي بيحتفظوا فيه بأسما المقتنيات ومكنوزهم شوية وكيفين كان بيأكل معي ابن الملكة على صفرة منفصلة وكان بستغرب وساعة الأمير بيقولوا أن عشان هم أطفال وطبعا كيفين ما كانش مقتنع بعدها الملكة بيطرحب بيهم في الخزنة واللي فيها كل الكنوز بتاعتهم بين الوبين بتلاقي أن كل الكنوز اللي بيقولوا عليها هي بالنسبة ليها ولا حاجة ومر عن أشغال يدوية وغيرها مفيش لا دهب ولا أحكار كريمة ولا أي حاجة كل الأمير في تنظرها ضفضع من المرمر فبتسرقوا وكيفين بيأخذوا منها يرجعوا مكانه بيقولها أن السرق غلط ساعة قائد الحرس بيطلب منهم أنهم يمشوا معاها لشان يوصلهم قمة الجبل علشان يعملوا الطقوس فتكروا أنه بتكلم على طقوس أتلهم وتعدمهم كتضحيات فبيعربوا كلهم المشكلة أنهم مش بيعرفوا يروحوا في أين لما بيلعوا نفسهم عند جرف عالي والحرس بيحصرهم وبضطروا أنهم يرجعوا معاهم وقتها الملكة والأمير كانوا بيستنينهم على قمة الجبل والملكة بيترحب بيهم علشان الطقوس ورصوص الزمن كانوا فاكرينها هتقتلهم فعلا ومرعبين بيتفاجئوا أن الطقوس للملكة بتتكلم عنها أنهم يشوفوا غروب الشمس وما بيأكلوا فاكها لما بيقولوا أنهم كانوا فاكرين وما يقتلوهم ويأخذوا جلودهم ويعملوها لبس ليهم الملكة بتستغرب جابوا الكلام ده منين وإيه فايدة هم يقتلوا الناس ويلبسوا جلوده وده مش هيخلي ربنا راضي عنهم أبدا ساعة كيفين بيقولها أنه عارف الكلام ده من ويكي بيديا فالملكة بتقوله أن الكلام ده مصحيح أبدا وأن الغذاء بيألفوا أي كلام عن اللي بيأخذوهم علشان يبرروا العنف والفساد اللي بينافزوه ومعروفها أن في التاريخ المنتصر هو اللي بيكتبوا على مزاجه ومش بيقرخ الحقيقة ولازم يشوي صورة المهزوم حتى لو كان بالكتب الملكة بتقولهم أنهم مش بيقتلوا غير اللي بيحاولوا يعتدوا عليهم أو السرئين واللصوص وبس وطالما هما مش لصوص يبقوا خايفين ليه ساعة الأمير بيقول للملكة أن الشاب بينولوه بيبتاخد حاجة وبيتخبيها في شنططة فالحراس بيفتشهم بسرعة ومش بيلاقوا معهم أي حاجة وساعة الحراس بيسيبوهم ويمشوا لما بيرجعوا عند الجرفة ومن حضرة تاني كيفين بيفتكر كلام كاسندر لما قاريت له أنها ينطمن على جرف عالي فبيقول للأصحاب أنهم لازم ينطمن على الجرف ده لأن البوابة الزمنية موجودة هنا وفعلا كلهم بنتسوا وبيعبروا من البوابة الزمنية في الوقت اللي كانت فيانا لسه صخرة في حديقة بيت كيفين وزعيم الظلمات بينادي عليها وبيقول لها أنا الآوان خلاص في الأعزاء تتحولوا بترجع لهايئتها الأصلية وبتقرب من بيت كيفين علشان تسرع الخريطة في الوقت اللي كيفين ولصوص الزمن بيرجعوا قطه تاني كانت كل حاجة زي ما سابها بالضبط ما كانش فيه أي تغيير في قطه ساعتها بتفاجه بأن الكائنا السحر اللي بيطاردهم لسه موجود فبيستخبوا بسرعة بلما يشوفهم يخرج من بوابة الزمنية وقتال كيفين بيشكر لصوص الزمن على الوقت اللي أضاء معهم والمغامرات اللي عاشها في وقته قصير وإن دي كانت أول مرة في حياته يحس أنه بينتمي لفريق لما بنصحهم أنهم يبطلوا السرقة كلهم بيطلعوا الحاجات والألعاب اللي سرقوها من قطه ومع أن كيفين قضى وقت طويل وعاش مغامرات في أزمينة وأماكن مختلفة لأن كل الوقت اللي مرده كان بس مجرد سواني من الزمن الفعلي وكان أبو أمه لسه مكانهم متحركوش ومحسوش بغيابه أصلا وهم بيتكلموا كانت فيانا على باب البيت بتخبط برأسها على الباب علشان تكسره ولما أبو أمه بيبصلها عينها بتتواهج بالنار وبيخرج منها نيران بتحولهم لأحجار ساعتها كيفين بينزل بسرعة يشوف إيه اللي حصل وبيتفاجئ بالنقل وتحوله لأحجار وفيانا بتكسر الباب وبتدخل ما كانش قدامه هو والسوس الزمن غير إنهم يهربوا منها وبيجروا تاني على قوضة كيفين ويستخبوا هناك علشان ينتيلهم بوابة زمنية ولما وجه بيحاول إنه يفتح بوابة زمنية مش بيعرف من كتر ما هو مرعوب بس ألترا بيهديه بيقنوه يفكر في حاجة حلوة لغاية ما بينجح فعلا في إنه يفتح بوابة زمنية ساعتها كلهم بيهربوا منها وبينتيلوا الزمن تاني وكيفين بيوقف ومكانه مع الأحجار اللي أبوه وأمه تحولوا ليها بيسأل بنيلوبي لو رجع بالزمن هيرى في إنقذهم ولا لأ ساعتها بنيلوبي ابتاخدوا معاها بعدما بيجمع شوية كتب في شنطة وبيهربوا في آخر اللحظة من البوابة الزمنية صفرون أخت كيفين كانت كل ده في قوضتها لابسة سماعات ومشغالة أغاني وبترسم ومش حاسة ولا سمع بكل اللي بيحصل بره قوضتها بيانا لما بتوصل لقوضة كيفين مش بتلاقي أي أثر له حتى البوابة الزمنية كانت تتعفلت في الوقت اللي بنشوفه كان السحر صاحب الخريطة وبنكتشف إنه شخصه كان لابس قناع ضخم ومخيف علشان يخوف لصوص الزمن ويسترد الخريطة وبنعرف إنه كان بينتيل في كل البوابات الزمن اللي انتقال ليها من خلال لصوص الزمن علشان يفل البوابات دي لإنها لو فضت مفتوحة تحصل كرسة وشزوز زمني وتغييرات تاريخية وتناقضات تضمر الزمن والمكان كله في الوقت اللي الساحة ده كان بيفكر في خطة جديدة كان جاسوس زعيب الزلام بيرابه علشان يعرف وبيخطط لإيه ويبلغ بيه زعيب الزلام صفرون أخته بترجع من المدرسة ومش بتلاقي حد في البيت خالص بتمشي الدهر على كيفين ولما تدخل قوته ومش بتلاقيه بتفتكره مستخبي في الدولاب ساعتها صفرون بتفتح الدولاب وبتتفاجئ بإن بوابة زمنية مفتوحة وبتشوف اتنين من العصور الأديمة في مركب في النهر وقتها صفرون بتفتكر إنه بيتهيئ لها وبتقفلوا الدولاب وبتفتحوا مش بتلاقي إلى مركب ولا أنهار بس اللي بتتغرب لأكتر إنها بتلتفت وراها وبتشوف الجدار بيهتز وفجأة بيختفي وبوابة زمنية تانية بتتفتح في الوقت اللي كان كيفين مع العصابة في زمن تاني في الزمن اللي كانوا فيه ده كان عصر الديناصرات وهم ماشيين في الغابة بيشوفوا بيت ضخم في الأول ما كانوش عارفين طبيض إيه اللي بالحجم ده بس كيفين عارق بصراع لما شاف هيكل ديناصور بيجري علشان يحذرهم بس بس بيتليج كان أخذ البيض وبيفكر هيتبوخه ازاي ويكلوه لما فجأة بيزار ده الناصور ضخم وكلهم بيهربوا منه قبل ما يقتلهم كيفين مش بيسيب هيكل الديناصور من إيده وبيهرب به على بنتي اللي بصراع البوابة زمنية تانية بيهربوا منها في آخر لحظة من الديناصور اللي بيطاردهم كيفين كان آخر واحد يعبر من البوابة علشان الوحفورية اللي شايلها كانت مع الطلاع وقتابلوا نفسهم في الوصول الوسطى في أوروبا الناس وقتها كانوا جاهلة بطريقة خوف كلهم يشوفوا حد غريب يعتبروا سحر أو مش عوزوا يبوضوا عليه بس المرة دي بي نول بي بتخدعهم ولما بيشوفوا الوحفورية اللي مع كيفين بيفتكرون قاتل التانينين وبيفروحوا علشان بيساعدهم في النوم يتخلصوا من الشار اللي بيدمر قريتهم والعصابة مع النوم رفضين يدخلوا في أي مشاكل ما كانش قدامهم محل غير جايروا أهل القرية علشان مقتلهم شي شوية وبيجي المأمور وبيطالب الناس بضرائب جديدة وكل المحاصيل اللي حصدوها بس المرة دي كانت غير قبل كده أهل القرية برفض أنهم يدفعوا الضرائب أو يسلموا محاصلهم وبيتحاموا في بنولوبي وعصابتها على أنهم قاتل التانينين ومحدش هيدر أن يتحداهم بس في الوحفورية دا كان زعيم القرية متشجع وبيقول أن عندهم حما جداد كان بنولوبي وعصابتها بيتسحبوا وبيهربوا المأمور بيشوفهم وبيقول عليهم جبنة وأول ما بينلوبي بتسمع الكلمة دي من هنا وهي تعصب وتحدا بس المأمور بيبوض عليها هي وزمائلها وبسجنهم تانيهم بيخدوهم علشان يقابلوا الحاكم ويحكم عليهم بعقاب مناسب علشان بيتحدوه ساعتها كيفين بيشوف أن الحاكم دا عامل جمجم التنين وبيبهى بيها وبيقولوا أنه قاتل التانين مع أن الجمجمة دي مبارة حاجاته ومجمعها مع بعض من أجزاء حيوانات ولما كيفين بيوجهه بيتضيق أكتر أنه بيتهموا بالكدب ويتحكم عليهم بالتعذيب في الوقت اللي كانوا في الزنزانة بيفكروا في طريقة وبيهربوا من هناك بس هم خارجي من القرية بيقابلوا كبير القرية وبيعرفون أن القرية هتتحرق وأنهم لازم يهربوا بعد شوية كان الحاكم جاي بنفسه مع الجنود يجمع الضرائب بتفاجئ بيبينولوبي وكيفين والعصابة عاملين فيها صحرة وبيخوفوا علشان يتراجع عن أذية الناس كيفين بيستغل الفرصة وبيخوفوا بأن الساحر وبيورد التليفون بتاعه وبيشغل فيديو وبيهددوا أنهم لما بيدوش عن أهل القرية يهبسهم في التليفون ده ساعة الحاكم بيخطف منه التليفون وبأمر بتقيدهم في نص الساحة علشان يولع فيهم في الوقت اللي كان المأمور والجنوب بيقيدوهم كيفين وزميله وبيتكلموا معاهم وبيقنون المأمور أنه مش لازم ينفذ أوامر الحاكم وأنه لو رفض أمره مش هتعاقب لأن الجنود هيكونوا معاه كله رفض ومش هيكون فيه حد يعرف إذيهم نعنى صح يتمردوا عليه مثالنا أن المأمور بيروح يتخانع مع الحاكم وفي نفس الوقت اللي كانت سافره وانكتشفت سر البوابات الزمنية وانتالت من خلالها بضار على كيفين وبتسافر لكل الأماكن اللي هو راحة لأن البوابات الزمنية اللي كانوا بيعبروا منها ما كانوش بيقفلوها وراهم وأول مكان بتروحوا سفينة القراصنة الصينيين طارت منهم من كيفين والعصابة نطف المياه وبيدلوها على المكان بالزبط ساعة زافرهم بتلاقي دوامة ظهرت مرة واحدة في المياه وبوابات الزمنية ظهرت تعبر منها للزمن التاني على أمل أنها هتوصل لكيفين لما بيرجع لكيفين كان بيعلم أهل القرية التاريخ بس بتصدم لما بيلاقي بيت ليك جاي ومعاها بيض الديناصور اللي شافوه في البداية وبيطلع أنهم رجعوا زمن الديناصورات وسرقوهم علشان يخوفوا الحاكم فجأة البيض بيفئس وتظهر أممه بتهاجم الكل وبتدمر القرية علشان تستعيد أولادها والناس بيترابوا لما بيشوفوها وبيعرفوا أن التانيين حقيقية مش أسطورة بالسبب أن البوابة العصر الديناصورات كانت لسه مفتوحة شوية وبنشوف صفرهم وصلت ترواضة وبتشوف الجاري والمعركة ويا شغالة في الحصن وبتدخل تدور على كيفين وفيانا الشيطانة كانت هناك كمان وبتبدأ تطريدها علشان بتتعرف على راحتها ولأنها كيفين صفرهم بتوصل اليابان سنة 1200 وبتقابل واحدة من محاربات بتساعدها علشان تدلها على مكان كيفين في الوقت اللي كان كيفين وعصابة ساريئي الزمن انتقلوا لانجلترا سنة سبعمية فقال على البحر واناك بكتشفوا وجود بوابة زمنية تانية بس ما كانتش مستقرة وكانت بطومة طول الوقت ساعتها بيهربوا منها وبينتقلوا لنيويورك سنة 1929 والمخزن اللي كانوا فيه بتظهر فيها عصابة تانية كانوا جايين يعملوا صفقة سرية وانتهى بينيلوبي بتحاول تستخبها هي وزميلها بس بتكشفوا والعصابة اللي وصلت بيفتكروا انه دول عصابة كويني اللي المفروض يعملوا معهم الصفقة لما بيطلبون بالمشروبات اللي يشتروها منهم بينيلوبي وبتليج والبقين بيرجعوا من البوابة القلعة اللي لسه جايين منها بصروا وبسروا كل المشروبات اللي كانت في القلعة وبسلموها للعصابة بيستغربوا لما بياخدوا الفلوس لانهم ما كانواش عارفين اهميتها وبعد شوق لما الاتنين بيمشوا بيوصل اتنين تبع عصابة كويني الأصلية وبكتشفوا انه حصل خدعة وانه في حد تاني بيأتدي على منطقة نفوس كويني بالليل كيفن وساري الزمن بيروحوا حفلة مع لاري كانوا مستغربين لاجواء جدا في لغة اللي كان الكويني الحقيقي عارفوا بوجودهم انهم بانتحلوا صفات انهم عصابتها وبتقرر انها تنتقل منهم ليانا الشيطانة بقى كانت وصلت الزمن اللي فيه صفره وبيت كيفن كان فيه اتنين محقيقين من مملكة الجنيات علشان يعرفوا كيفن فين بالزبط ولما بيشوفوا الوضع اللي البيت عليه بيعرفوا كل اللي حصل بالتفصيل الباوبة الزمنية اللي كانت في المخزن ما كانتش مستقرة واختفت فجأة فالنفس الوقت اللي عصابت كويني الحقيقية وصلت وبالطارد عصابة بنيلوبي بيخطفوا وجيت وبيت لج وعلشان بينلوبي تنقذهم بتتحرك بسرعة مع الباقين وبوصلوا في الوقت المناسب قبل ما تقتلوا من حسن حظهم ان كويني الحقيقية بتعرف ان ده مجرد سوء تفاهم وبتسيبهم يمشوا في امان صفره كانت في الوقت ده مع المحاربة اليابانية وبتحاول تفهم منها لو شافت كيفن فجأة بتظهر فيانا وصفره بتلاقيها وقفة في الضلمة وعينها بتتواهج نار وشكلها مرعب بتهرب بسرعة بيانا كانت اسرع وتوبض على صفره مثلا ببتلي ايه انها مش كيفن والخريطة مش معها بتسيبها وتختفي في الوقت اللي بيكون اللي تسرقت منه الخريطة بيخطط معه مساعدينه وناول ان يضمر كوكب الارض ويمحي من الوجود بس علشان ينفس خطته دي لازم الخريطة اللي بينلوبي سرقتها منه لما بنرجع لأصابة ساريه الزمن كانوا بيخططوا ويعملوا ايه وانهم يرجعوا كيفن بيته الاول وبعدين يكملوا رحلتهم بين الازمان فجاء بيظهر جاسبر مساعد الملك بتاعهم في الاول بيخافوا منه علشان كان لابس القناع المخيف بس لما بيلو جاسبر بيطمنوا شوية جاسبر كان جاي حزرهم من انهم يرجعوش وميخلوش الملك يستعيد الخريطة ثانية ساعتها بيضي لوبي ما كانتش فهمة اصدوية هو مش بيلح يقول لهم الحقيقة علشان كان ساعتها تفتح البوابة زمنية وبيهربوا منها بسرعة واتع بيلو نفسهم في زمن العصور الوسطى وايام كزانوفا والبس كده دول كانوا جنب الاصر بتاع واحد من الاغنية وكان ساعتها في حفلة كبيرة وناس كتيرة حاضرين ومستنين يدخلوا بين الوبي وزميلها لما بيحاولوا يدخلوا الاصر الحارس بيمنعهم لان لابسهم مش لايء الحفلة بيروح يغيروا في مظارهم وبيرجعوا يدخلوا الاصر ساعتها بينتشروا وبيتعرفوا على الناس الموجودين بيلوبي بتلاقي الاناناسا بغرفة مخصوص لان صاحب الاصر محتفظ بيها لانها غالية جدا وتعتبر كنز ملك الشيطين كان بيرئبهم ساعتها من خلال قطة كانت في المكان ايرل صاحب الاصر لما بيلاقي بيلوبي اكلت الاناناسا بيتعصب جدا لان الاناناس في الزمن ده كان نادر وغالي جدا وعلشان ياخد حقه منها بيتحداها في مبرزة سفرهم بتوصل لعصر الجليدي كانت بتعيني علشان تلاقي اخوها معين الاقزام با كانوا بينتقلوا من زمن للتاني وفي كل الازمان اللي زرتها بنيلوبي وعصبتها علشان يقدروا يوصلوا للخريطة هم كمان زي ما امرهم الملك كانت بنيلوبي في المبرزة بتفاجوا بظهور فيانا وساعتها بيهربوا بسرعة فيانا بتأتي الكل اللي بيوفوا في طريقها الاصابة بيحاولوا انهم يوصلوا للبوابة الزمنية اخيرا بيلقوها ما بيعبروا منها بابي لاوا نفسهم زي ما يكونوا في مكان بين الابعاد وبيعدوا من بوابك كتير لغاية ما بيخرجوا لزمن تاني بينلوبي عصبتها بيتعلقوا شوية في الفراغ بين الازمان لغاية ما فجأ بيقعوا مرة واحدة من بوابة وبيلاوا نفسهم في الصحراء الافريقية جودي كانت يختفت في الفراغ ومش بتعبر معهم ساعتها كيف بيسم سهم على الرمال على شالة والبوابة تفتح التاني وجودي وصل الطرف الاتجاه اللي مشوا فيه بعد شوية ان الماشي في الصحراء بيوصلوا لقافرة واحد من اسرياء العالم في الزمن ده الكلام ده كانت سنة 1324 اسمه منسة مالك مالي والقافلة بتاعته كان فيها دهب كتير جدا واقول ما بينلوبي بتقارب بتقرر انهم ينفذوا اكبر عملية سرقى لهم بيرحوا للقافلة وبيندمجوا في وسط الناس لغاية ما بيقربوا من خيمة منسة وساعتها بينلوبي بتبدأ في تنفيذ خطتها وتتنكر علشان تدخل من غير ما تتكشف حراس بيتشوفوها في ثواني وبيسلموها المنسة الغريب ان منسة بيشفق عليهم علشان ما كانش معاهم لافلوس ولا اي اغراض زاد قيمة وبيعمروا المستشار بتاعه ان يديهم دهب كتير بيألم بياخدوا كمية دهب كبيرة بس برغم دهب انلوبي ما كانتش مبسوطة لانها ما بزلتش مقود علشان تفرح انها حصلت عليه منسة بيعجب بكيفين بطلب منه ان يحكيله قصص بما انه طلق بيعرف كتير في التاريخ كيفين بقى ما بيصدق حد بتعجب بموهبته بيطلب منه يحكيله قصص تاريخية وبيعود يحكي المنسة والمجلس بتاعه قصص من الشرق والغرب بيقوله ان العالم كله كان بيحكي وبيتحاكي على صرويته وانه اغنى واحد في العالم وبيقوله انه يمكن يكون ده سبب اللي خلى الاوروبيين اطمعوا فيه في افريقيا خصوصا وبيبدا حملاتهم غزمون لافريقي علشان اسرائيل الدهب اللي مالوش اخر في الوقت اللي كان وجدتها في الصحراء ولما بيسرح في النجوم وبيفكر في الخريطة بيكتشف ان الخريطة العكاس للنجوم في السماء والمصطفاء في النجوم واماكنها المحددة في الكون والمسافات منها زي خريطة مشفرة مش اي حد يفهمها والله يعرف فكه هو بس اللي يقدر يسافر في الزمن وبين العوالم بيبدأ وجده انه يفهم الخريطة اكتر وبدل ما كانت البوابات الزمنية بتتفتح بالصدفة بيحدد هو المكان والزمان وبيعارفه مراحلين فين بالزبط كما كان لسه بيحكي قصص لمنسة وعشرته لغاية الصبح وتان يوم وجد بيكمل طريقه في الصحراء وبيدوره على زميله كل وقتها كانوا وسطوا المدينة ومنسة كان رايح يقابل السلطان علشان يتعرف عليه بيدي له بيباكرت متضايقة وحزينة طول الوقت علشان ما كانتش حاسة انها انجزت اي حاجة لما منسة بيروح يقابل السلطان كان كيفن معاه والسلطان كان مصمم ان منسة ينحني له ومنسة كان رافض ويوصل معاه الاتفاق في الآخر النوم هما الاتنين ينحن البعض في نفس الوقت ولما كيفن بيسأل منسة عن تصرف الغليب ده منسة بيقوله انه مفيش حاجة تستاهل النوم يقوم وحرب علشانها وانه لازم يتصرب بالعالة ويوصل لأرض محايدة علشان الأمور تمشي بعدها كيفن في الوقت ده بيطلب من منسة ان يساعده في ان بنيلوبي ترجع زي الأول وده من خلال انهم يحسسوها انها سرقت منه حاجة مهمة الفكرة بتعجب منسة وبيوفق عليها بيخلي الحراس بتقوله يتكلمه قدام بنيلوبي على الرمح الثامين اللي بيملوكه والمكان اللي سابه فيه علشان تجي لها الفكرة انها تسرقه فقالها بنيلوبي بتسمع الحراس وبتقرر سرقة الرمح في الوقت اللي كانت بتخطط مع بتليج كان وجي توصل لهم وبيلاقي انه مش مهتمين به ولا حسوا بغيابه أصلا وبعد شواء بنيلوبي بتروح خيمة منسة وبيعمل مشواء خباله منها ومركز في لعبة الشترنج مع كيفين علشان تاخد الرمح وتمشي بس بيلاقي مش مهتمة بالرمح وبتطلب منه ان يسمح لكيفين انه يمشي معهم علشان يكملهم مميتهم وينقذوا أبوه أمه وبرجعوهم لطبيعتهم فعلا منسة بيخلي كيفين يمشي معهم وكيفين كان مستغرب هي بطلة سرقة ولا ايه ومبصوب بيها بس هما في الصحرة بيدوروا على البوابة الزمنية المرة دي بيتفاجئ وبيتلجأ أصلا سرق الرمز اللي كان في أصر السلطان ولما البوابة الزمنية بتتفتح الكل بيعبره منها كيفين كانوا يفركز في كتاب التاريخ اللي معاه وبيلاقي ان الأحداث تغيرت واني في الأول قبل ما ينضموا القافلة منسة كان مذكور في الكتاب ان كان في القافلة دي ست تلاف شخص بس دلوقتي بيتفاجئ ان الأحداث تغيرت وبقى مذكور ان القافلة فيها ست تلاف وخمسة شخص بس فجأة البوابة بتتقفل ومش بلاي حد حواليه ولا بيعرف يعبر منها وبيفضل شوية يخبط في الأرض لغاية ما البوابة بتظهر تاني وبيلحى زمائلو لما بيعبروا البوابة المرة دي بيلايوا نفسهم في العصر الجليدي وجودي لسه مختافية ومش عارفين راحت فين فجأة بيظهر نمر ضخم وبيعجمهم بيحاولوا نوم يخوفوه مش بيعرفو بس مرة واحدة النمر بيعرف بس مش علشان هم اللي خوفوه ده الجبل من وراءهم حصل فين هير جليدي والنمر هرب خوفا على حياته لما كيفين بيفوه وبعدها بيلايه ماموس جاي نحيته غريب ان كان فيه حد راكب عليه والاغرب انها بتكون صفر اخته بيغمق عليه من الصدمة ولما بيفوه تاني بيكون راكب معاه على الماموس وبيعرف ان بعلها تلات سنين بتدور عليه وبنتنتيل من زمن للتاني علشان تلاقيه وعشت مع قبيلة من البشر في العصر الجليدي وعلمتهم كتير وازاي يتواصلوا مع بعض ومعاها كل من بقى ما كانش مصدقه ازاي مر تلات سنين وكل الحكاية بقالوا يمن ثلاثة من اول ما قابل سارق الزمن بس الزمن بيعد بشكل مختلف عليهم وكان بيبر من بوابات زمنية في ثواني كانت في الحقيقة سنين عشيتها صفر في الجليد خصوصا انه مظهرش في المنطقة دي بوابات زمنية تعرف تعبر منها الزمن تاني واللحظات اللي عاشها كيفين كانت سنين بالنسبة لصفر وكيفين بيقول لصفر على اللحظات لأبوهم وهمهم وبيبريها الحجرين اللي تحولوا ليهم وبيقراروا انهم ينقذوهم بأي شكل بتشجع كيفين انهم هيدوروا على البوابة وخرجوا من الزمن ده بأي طريقة تاني يوم كانت سفر وادعت القبيلة اللي كانت عايشة معاهم وبيروحوا يدوروا على البوابة وهما بيتخنوهم في اخر مرة كانت سفر شافت البوابة اخيرا مفروض انهم لما يعبروا من البوابة دي هيرجعوا بيتهم بس قبلون الساعة من هجوم فيانا علشان يحذروا اهلهم وينقذوهم كيفين وصفر لما بيعبروا من البوابة بيلايوا نفسهم في حفلة غريبة بيخرجوا بسرعة علشان يدوروا على اهلهم في الوقت اللي كانت بين الهوبي ووجيب بيشوفوا نفسهم في البوابة وبتكون دي نسخوتهم من المستعبل وجيب بيحاول يفاهموا من السر في سنايا الزمن طبعا محدش منهم كان فاهم حاجة وبيعدوا من البوابة وخلاص ويخرجوا من تلاجة في نفس البيت اللي كان فيه حفلة كيفين وكيفين خرج منها وقتها كانت صفرون اكتشفت انهم في سنة 1996 وده قبل اللي حصل ده 30 سنة ويجب 30 ديئة زي ما كانوا فاكرين ساعة بيقرروا انهم يوصلوا لابوهم وامهم في الزمن ده ويتعرفوا عليهم كيفين بيلايه ابوه بتعجبوا شخصيته في شبابه جدا سيد الزلم بقى كان بيرابه من خلال عيون القطط بلا ما بيشوفوا بيه بعض القططة لفيانا علشان تصحيها وتروح تطرده وتاخد منه الخريطة فعلا فيانا كانت في الزمن ده لسه في صخرة مستنية في مكان في بيك كيفين من الاف السنين مستنية اللحظة اللي بين الوبي هتوصل علشان تسرع منها الخريطة فيانا بتصحى وبتهاجم كل اللي يجي قدامها وبتمشي تدور على كيفين في نفس الوقت اللي كانت النسخة التانية من فيانا اللي كانت بتطردهم بين الأزمان ووصلت لمكانهم سفرم بتوصل البيت وهمها بتلاقي إنها في الزمن ده كانت لسه طفلة فبتتصاحب عليها وبتدخل معها وبتقضي مع هالوقت فجأة كيفين بيشوف فيانا جاية بعيد وعنيها كلها شر النسخة التانية لها كانت في المدينة بتطارد بيت ليج والأصابة كيفين بيحذر أبوه من فيانا وبيقوله إن لو شافها في المستابة ليخليه فاكر ويتجنبها مهما حصل كيفين وصفرم بيهربوا من فيانا في الوقت اللي فيانا التانية كانت بتضمر المدينة علشان تأخذ الخريطة من ويتجت شوية وفيانا الاتنين بيتقابلوا وبتقاتلهم الاتنين علشان محدش منهم مقتنع إنهم واحد بس من زمانين مختلفين بين لو بساعتها بيستغل الفرصة هي وزمائلها وبيرجعوا النفس المكان اللي في البوابة علشان يخرجوا من الزمن ده إنه بيشوفوا نفسهم في الماضي ويتجت بيحاولي فاهم نسخة التانية حكاية سنة الزمن ونيارة في انقذهم قد الصخرتين اللي بيكونوا أبوه أمه وهنا بيعرف إنه ممكن يكون أنقذهم فجأة النمر بيحجمهم ومرة واحدة بيتجمد مكانه وصيط الظلام كان بيتحكم فيه وبيقول لهم رسالة من خلاله بيهدي كيفين بإنه لو ما سلموش الخريطة هيئة لأبوه أمه لإنه أبض عليهم ساعة كيفين بتطمن إنهم عايشين وبيتفع بعدها ما أصحابه إنهم يرجعوا قلعة الظلام علشان يحرروا أبوه أمه يستنيهم لما بيجوا يشوفوا الخريطة بلون الجزء اللي فيه قلعة الظلام مأطوع من الخريطة هنا كيفين بتجيلوا فكرة أنهم يرجعوا ترواضة علشان يسألوا كاساندرا يخلوها تستخدم قدراتها الخاصة في التنبؤ وتعرفهم فين الجزء المفقود من الخريطة ونعرف إن الأقزام كانوا بيخططوا أنهم يسرقوا الخريطة من الأصابة ولما واحدة من المحاياين بتستغربها يسرواها إزاي واحد منها بيقولها على الطريقة في الوقت اللي كان كيفين اللي معاه رجعوا ترواضة وعرفوا أنه كاساندرا في السجن وكانت الحرب لسه شغالة زي ما يكونوا لسه سايبينها من شوية وما بيسيب الجنود بيبضع لهم وبيحبسهم في السجن علشان يقابلوا كاساندرا وما كيفين بيسألها عن الخريطة بتسألهم فين آخر مكان شافوها فيه بيكون ده المكان اللي فقدوا فيه سوزان صديقتهم بيتكلموا عليها كل شوية من البداية وبيكون الجزء المفقود من الخريطة في نفس المكان اللي ماتت فيه سوزان كيفين ساعتها بيهربوا من السجن وكاساندرا بتتنبع لبينلوبي أنها لو راحت في المهمة دي هتقدر تشوف جافن خطيبة تاني بس بيقولها أن جافن عايش على رأس واحد وبينلوبي بيبقى بتستغرب وتشك أن كاساندرا عندها قوة سحرية أصلا بس إلى حد ما بينلوبي بتشجع وبيخرجوا من ترواضة يدوروا على المكان اللي هتظهر فيه البوابة الزمنية التانية فجأة هم ماشيين على الشط بيشوفوا دوامة في البحر وبيفتكروها في الأول البوابة الزمنية بس بيتفاجوا أن ده شخص أملاق جدا وبيكون الملك اللي سرعوا منه الخريطة ظهر لهم بشكل مريب علشان يخدهم منهم تاني ساعتها الكل بيهربوا منه وكيفين هو الوحيد اللي بيقف مزهول والملك الأملاق بيضربوا بيلو فجأة كيفين بيلاي نفسه ببعد تاني فاضي وكل المكان من حواليه أبيض فبيشك أنه مات لغاية ما بيلاي الملك ظهر له وبتكلم معه وبيحاول يقنعه أن يتعاون معه ويسرق الخريطة من أصحابه ويرجعه له في مقابل أن يحقاله كل أحلامه مهما كانت سوائن وكيفين بيلاي نمع زميله والملك اختفى بعدها ويجي بيستخدم الخريطة ويرجع بالزمن للوقت اللي ويت فيه سوزان من على الجبل بيتخانوا مع بنيلوبي علشان اكتشفوا أنها كانت متفقة مع وجيته ويفتح بوابات زمنية وينتقلوا لكل الأماكن اللي ممكن يكون جافن راحة علشان تلاقيه تاني ساعتها بيشوفوا نفسهم لما كانوا في الوقت ده وقبيلة الماوي وضين عليهم على الشط صفران ساعة بتاخد بالها وبتشوف سوزان وهي بتهرب ولما بتنبههم بينادوا عليها بس سوزان بتهرب منهم أسرع كل بيطردوا سوزان وبيتفاجوا لما بيلاوها بتفتح بوابات زمنية من غير ما يكون معها الخريطة هنا بيفهموا أنها زيفة موتها علشان تخلص منهم بمو بيدخلوا من البوابة اللي سوزان اختفت فيها وبيلاوه نفسهم في الصين في الوقت اللي كان صور الصين العظيم لسه بيبني وما كانوش عارفين اتخطوا الحراس عشان يلحاوا سوزان مثلا ما كيفين بيمدح الملك وبقوله النصور اللي بيبنيه ده هيكون أعظم بناء تاريخ على مرة السنين الملك بيحس بالفقر وبيخليهم يدخلوا المعسكر وبيعبروا ورا سوزان من البوابة اللي فتحتها فجأة بيكونوا في مدينة كافا في سنة 1343 وقتا كان الطعون منتشر والمغول بيحصروا المدينة وبيرموا فيها جسس ناس مصابة بالطعون باستخدام المغنيق على شأن انشروا العدوى في المدينة بيقدروا انهم يفتحوها كله بيتفاجئ ان كيفين عارف معلومة زي دي وبيكاملوا مطارد سوزان المرأة دي بيتواجههم وبتقول لهم يبعدوا عنها وانها مش عاوزة تكون معهم تاني ساعة الكله بتصدموا من ردها وانها زايفة موتها وكانوا طول الوقت حاسين بالزنب علشانها وطلت في الآخر مش عاوزة تكون معهم وقتا سوزان بتستخدم الجزء المفقود من الخريطة واللي بيكون معها طول الوقت وتستخدمه علشان تفتح بوابات زمنية وفي الوقت اللي كانوا وقفين فيه مصدومين من اللي حصل بيظهر مجموعة من الناس عاوزين يقتلوهم علشان حاسوا منهم بالتهديد وانهم جواسيس بس في اخر لحظة سوزان بترجع تاني وبتنقذهم بتنقلهم من بوابة زمنية تانية اتفاجه ان جافين عايش فيه وان هو وسوزان خدعوا بينلوبي واختفوا من حياتها علشان مش عاوزين يكونوا لصوص وكمان بتجوزوا من غير ما تعرف بينلوبي بتصدم لما بتعرف الحقيقة وانها كانت بتلف الكون والازمان كلها بتدور عليه وهو اللي قصد ان يختفي ساعتها سوزان بتقولهم ان كل اللي عملوه من غير اي فايدة وانهم لصوص زمن ولا حاجة وانهم مجرد ساحين كانت بنتلوا بين الازمان والعصول من غير ما يستفيدوا ولا يفيدوا حد بينلوبي بقى بتزعل على لضايعته اللي كانت بتدور عليه بس كيفين بيهديها وبيقولها انه فخور انه عرفها وانهم غيروا كتير في التاريخ ساعتها بينلوبي بتقرر انها تكمل المهمة للنهاية وتنقذ عيلك كيفين تطلب من سوزان الجزء المفقود من الخريطة ساعتها سوزان بتقولها انها موجودة في الجزء اللي بتظهر عليه اصلا فجأة الجزيرة بتتحرك وبكتشف ان الجزيرة دي تبقى على رأس راجل ضخم وعملاق عايش في المية كيفين وقتها بيطلب من الراجل العملاق ان يوصلهم لقلعة الظلام علشان ينقذ عيلته فلان العملاق بيوفق وبيقولوا انه يوصلهم لقرب مسافة من القلعة يعرفي قرب لها بيبدأ انه يمشي في المحيط والجزيرة على رأسه زي ما هي ولما بينلوبي بتسأل كيفين هيقنع سيد الظلام ازاي انه يحرر ابوه امه ولانه يطلب منه ان يسيبهم وبس بقى شوية هين العملاق انه وصل لمكان جبلي واللي بتكون موجود فيه قلعة الظلام ولما بيعرفوا من القلعة كانت حواليها انهار من الحمام البركانية وما كانوش عارفين هتخطوها ازاي وتسلقوا القلعة فجأة بيتفتح نفع سر وبيعرفوا ان ده ما ادخل القلعة وساعة كيفين بيدخل بقين برفضوا انهم يساعدوه لغاية كده كيفين بيطلبونهم حاجة واحدة وهي الخريطة بدلوبي بتوافق تدهاله واول ما كيفين بيدخل النفق بيوعفوا بعد تاني وبيصحى يلاقي نفسه في غرفته زي ما هي بس ما كانش فيها اي سحر ولا بوابات زمنية ولا حاجة ودي حاجة كيفين بيستغرب لها حتى امه وابوه كانوا موجودين وبيفاحموا انه كل اللي مر بيه كان مجرد حلم ولما بيفتح الدلاب علشان يشوف البوابة الزمنية اللي كانت فيه مش بيلاقيها بيتفاجئ ان امه وابوه عاوزين ياخدوه منه الخريطة الزمنية كانوا مجرد شاعتين متنكرين فهيئة امه وابوه ساعتها سيد الظلام بيناد عليه وبيطلب منه الخريطة حتى اهله كانوا في صف سيد الظلام وبيحاول يقنعوا كيفين وصفروا انهم يسلموا له الخريطة بدلوبي وعصابتها بدخلوا في اللحظة دي وبيسندوا كيفين هنا بتبخناها بين فيانا وسيد الظلام علشان عاوزة مكافئتها علشان عبضت عليهم بس هو في الوقت ده بيرفض لانهم كده كده موجودين في العلعة هنا سيد الظلام بيقوم بخطوة اخيرة علشان يقنعهم يسلموا الخريطة وبيستخدم قوته السحرية وبيعمل كرة من الطاقة فلن كل واحد منهم يشوف مستعباله لو سموا كلامه وتعاونوا معاه وانا يحقق لهم كل احلامهم ويكونوا سعدة حدش فيهم بيقتنع برضو الخيد عديل لان المستعبال ممكن يتغير بقرارة او بخطوة مختلفة وحدش عارف ممكن يغير قراراته امتى وعشان ايه وفجأة صاحب الخريطة بيظهر وبيستخدم صواعق البرقع عشان يدمر القلعة ومحدش يهجمه ولما مالك الجنية بيحاول ان يقاتل وياخد منه الخريطة مش بيعرف لان قوته كانت ملهاش تأثير في القلعة كيفين البقين بيهربوا بسرعة وكيفين بيقول لهم الحقيقة وانه بدل القلبة اللي فيها الخريطة من قبل ما يدخلوا القلعة اصلا مع صفرهم ويطلع القلبة اللي فيها الخريطة في نفس الوقت اللي سيد الظلام بيكتشف الخدع اللي اتعاملت فيه وكان غضب ومرعب وكل اللي حواليه بيخافوا منه بس الكرسى لما كيفين بيلاي ان الخريطة اختفت وانه لما بيفتح القلبة بيلاي اللي فيها مجرد وراء بيضة مش الخريطة الزبنية السعرية ساعة كلهم بينهار وبيدوروا عليها كل مكان وما كانوش عارفين اختفت فين وازاي فيطرى ممكن يكون الاقزام هما اللي قدروا يسرواها واستخدموا سحرهم بكده باقي خلاص الفيديو بتاعنا النهار ده لا عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان اوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله